أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان لبرنامج حكاوي أولاد البلد رجعنا لكم تاني مع الفقرة الرياضية اللي احنا معودينكم عليها كل أسبوع وطبعا بشكر الأستاذة أسماء طلطاوي والدكتور طارق ودكتورة أمينة على الفقرة المميزة اللي هم كانوا موجودين فيها دلوقتي يا جماعة طبعا قبل مبدأ الفقرة الرياضية طبعا وعقف على الفيديو في حاجة إنسانية طبعا أنا في الفقرة الأولانية كان فيه الأستاذ صابر دم البحيرة هو طبعا الموضوع بتاعه ده أنا كنت موجود فيه بصراحة لازم برضو قبل مبدأ الفقرة ده دي حاجة إنسانية لازم اللي أنا أقولها هو للأسف عمل كتير قوي وحب يوصل للناس كتير في البلد خصوصا في إيتياء البرود محدش ولا يعني اهتمي بيه ولا اهتمي بمشكلته وطبعا صدق أم لم تصدق يعني أنا روحت البلد من الفترة مش أطول عليكم يعني عشان نخش على الموضوع بتاعنا على طول محدش يعرف مين النائب اللي هناك سألت الناس الكبار سألت الناس اللي هم الشباب سألت كل الفئات ما لقيتش أي حد عارف اسم النائب اللي هناك يعني تخيلوا فيا جماعة يعني ياريت ياريت الإلسانية شوية ياريت نهتم بالناس الغلابة يعني أرجو أرجو يعني اللي احنا نهتم شوية ودي حاجة برضو هتبقى في مزال حسناتكم إن شاء الله يعني وعلى فكرة هم مش بناخد مش بناخد تمرعات لا وفيه رقم كان موجود على الشاشة ممكن حضراتكم تتأكدوا منه وتتواصلوا معاه النهاردة إن شاء الله طبعا عملنا لكم فيديو مهم جدا يخص الحناء الظهر في معظم الناس الموضوع ده هقولوكوا طبعا الأسباب والعلاج يعني أو الأتب تلاقي ناس كده معينة ماشية عاملة كده جسموهم ميل شوية فطبعا احنا عاوزين نعرف إيه أسباب الأتب طبعا اعتبرين إن احنا عملناها دي لازم نهتم بيها عشان يبقى ده علاج برضو لموضوع الأتب أو إنحناء الضهر فيه القاعدة طبعا أول حاجة طبعا عمنا لنا مشكلة بالنسبة لموضوع القتب أو إنحناء الضهر ليه القاعدة مثلا بقاعد على مكتب أو قاعد مثلا على اللاب أو بذاكر مثلا بقاعد طبعا القاعدة بتبقى كده طبعا برضو نفس القصة القاعدة بتبقى كده طبعا مع الايام ومع الوقت بيحصل لنا برضو عملية قتب في برضو موضوع اللي أنا بقى ماشي في الشارع بمشي طريقة بمشي آآ في مداخلة آآ كابتن حسن آآ كابتن حسن رحيشة كابتن حسن والله الله يا كريم يا رب شرفتنا والله في المداخلة دي والله يا مرامك بتاعك جميل مع دائم المتابعة الله يا كريم يا كرب كابتن حسن كنت عاوز نسألك على حاجة مهمة قوي النسوئة اللي انت داخل بطولة في الهند آآ بطولة خواية جدا بتشرف فيها بطر آآ ان شاء الله آآ بطولة دي فيها لعيبة كبار يعني على مستوى عالي ولا ايش بقى بطولة عالمية دي معروفة كنتش ايرومبيا آآ طب يعني الملافسين معاك اقوية يعني قفضي كابتن حسن سمعني آلو كابتن حسن آلو اتصلوا يعني تمام 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 فآآ طبعا كان نفس اللي انا اسأله شوية اسئلة كابتن حسن طبعا بطل آآ معانا كابتن حسن كابتن حسن آلو انا كابتن طارق معاك كابتن طارق سمعنا كابتن حسن كده اه سمعت كده طيب بقولك كان في ملافسين معاك اقوية يعني ولا كم دولة معاك او يعني عاوزين نفهم برضو عشان المشاهد يعرف بطولة قوية جدا جدا نعم سمام طيب كابتن حسن انت بتستعدي للمطولة ديزة فين يعني ازاي او ايه طريقة الاستعداد بستعدي بطولة واخدل التجهيز خمس شهور خمس شهور كابتن حسن معانا بطل العالم ومعانا بصراحة يعني آآ ما شاء الله عليه عامل آآ شغل كويس جدا وآآ الف شكرة كابتن حسن شكرين اول شكرة كابتن طهر شكرة وانشاء الله توما معانا قرائب برئيز لله كذيف يعني شكرة رب العامل ماشي فضل يا كابتن حسن طيب معانا طبعا اللي احنا قلنا الماشي بطريقة آآ مش مزبوطة بمعنى اللي انا بمشي او مثلا بيبقى فيه مثلا على فكرة الحناء الضار بيبقى في الشاب او البنت عادي بتحصل معاي حد يعني البنت في سن المراكة او الشاب في سن المراكة بيمشي بيبقى عامل مثلا الكتاب كده ماشي ومشيين بصير في الارض كده طبعا مع الفترات ونباطس في الارض كاي بدور على حاجة مش عارفة بدورها على ايه بصراحة بس على طول بيبقوا ماشيين كده مع الوقت برضو ومع الايام بيحصل لهم برضو نفس المشكلة اللي انا لسه بتكلم عليها دلوقتي في برضو النوم بشكل خاطئ على المخدة بيبقى في برضو بنام كده على السرير مثلا وانام بالليل وبنام المخدة بتبقى عالية سنة دي برضو بتعمل لنا مشكلة برضو نفس القصة المفروض اللي انا انام بشكل مستقيم منفعش اللي انا راسي تبقى عالية في برضو حاجة مهمة جدا يا جماعة وخطيرة جدا اللي هو الناس بقى اللي بتلعب جيم الناس اللي بتلعب جيم بيلعبوا صدر او بيلعبوا اكتاب او بيلعبوا درعات ما بيهتموش طبعا بالموضوع ده خالص الموضوع ده برضو في مشكلة طبعا لما بيلعبوا صدر او بيلعبوا كتاب او بيلعبوا ذرعات ما بيتموش بالظهر فبالتالي الظهر بيعمل عملية ايه؟ عوجة شوية بيحصل لهم نفس القصة الحاجات دي يا جماعة نحن نتكلم عنها مهمة جدا لو احنا اتبعنا الفيديو اللي انا عامله التمارين اللي هما ثلاثة اكسرسايز او ثلاثة تمارين اللي انا عاملهم هيفرقوا معنا بشكل كبير جدا طبعا حين كده خلصنا الفيديو وعقبنا عليه النهاردة ان شاء الله هنبدأ في حاجة مهمة جدا وهي اللي هو احتباس المياه احتباس المياه احتباس المياه ده تاني مشكلة بعد الوزن تاني مشكلة بعد الوزن طبعا انا باجي اعمل مثلا نظام غذائي لما بعمل نظام غذائي بخس ودون بتنزل ولما دون بتنزل باجي بعدها بوزن نفسي على المنزان طبعا ده ده العادي بتاعنا بلاقي وزني الله ده الوزن هو هو طب ازاي يا جماعة انا حتى كنت لسه بتكلم مع حد دلوقتي في الموضوع ده نفس المشكلة بتحصل مع ناس كتير قوي الوزن بيبقى هو هو طب احنا نعرف يا عميه احتيباس ميا ونحل المشكلة دي احتيباس المياه دي ايه السوائل سيدة شايماء الو معنا مدخلة تليفونية مين ازاي حضرتك عامل ايه السيدة شايماء الله كريمك يا رب فضعلي معاك يالله خليك سيدة شايماء الو 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 برضو مفيش شعر يعني قصدي ان انت قادر تجمع ما بين يعني الشخصية اللي بتتكلم بطريقة حلوة وفي نفس الوقت مهتم بنفسك وشكرك فدي حاجة حلوة يعني انت بتشجع كل الناس اللي ما يعملوا زيك مرسي يا ربنا كريمك يا رب ربنا خليك ألف شكر لازم نعرف يا جماعة تسريب السوائل طبعا ايه هي موضوع الاحتباس في الميا هي تسريب السوائل في انسجة الجسم وده بنسبب في تراكم كميات من الميا لازم نعرف الاول ده تعريف يعني كميات المياه بتعمل ايه بقى المياه دي بتعمل ايه بتعمل بتعمل اختزان يعني بتكبر الدراعات تلاقي فيه كده ايه تحس للدراع كده فيه مياه كده يعني مليان الخدود تلاقيها كده برضه منتفخة فيه انتفاخ الرجل نفس القصة يعني فيه ناس كده تسحى منهم تلاقي وشها منتفخ ده طبعا فيه معانا مداخلة الو فيه طبعا المشاكل ايه طبعا اللي بتقابلنا فيه طبعا الجلوس واحنا قاعدين طبعا لفترات كبيرة جدا طول النهار قاعدين ما بيتحركش ده بيعمل لنا احتباس في المياه احنا طول النهار ما بيتحركش سيئين العربية طول برضه في اوقات كتير قوي واقفين على رجلينا نفس القصة معنا مين؟ اه فيه صورة اه لا ما دي خلاص عدت للصورة دي عدت خلاص اه اه تمام فيه عندنا برضو اه الاملاح الاملاح دي بقى عاوزين نقف عندها شوية ماشي تمام مين معي؟ السلام عليكم اه ازاي حضرتك؟ ازاي كبتن طاري الله يكريبك يا رب الله يخليكي ايه اخبار؟ مع حضرتك مادام سالمة الحمد لله تمام ازاي كمادام سالمة اهلا بيكي اهلا بحضرتك اه كنت عايز اسأل بس حضرتك اه النقتي عنده فلاتفوت خريجو فالدكتور قال له عنده ايه؟ فلاتفوت فلاتفوت اه اه يعني هو اربعتاشر سنة فقلتك قال حضرتك لو في رياضة معينة يقدر يتبعها تمام تمام هارد على حضرتك حاضر تمام هارد على حضرتك ماشي دي ايه بالزبط طيب طب انا بسرعة بس كده برضو هخلص كم حاجة جماعة برضو يعني انا ماشي اه نيجي بقى الارتفاع نسبة الاملاح الاملاح يا جماعة عشان لو احنا عارفين طبعا بيعل السوديوم احنا لينا 200 ملي او المعلقة اللي هي الصغيرة بتاعت الشاي دي اه دي دي اه معايا التليفون ولا معايا مين تمام اه 200 ملي ف200 ملي دولار ده دي احتياجاتنا في اليوم فاحنا طبعا بناكل طبعا السلطات وبناكل طولار الطبيق وبناكل اه بناكل يعني الحاجات دي كلها بتقدي الى ايه؟ بتقدي الى زيادة في السوديوم فالسوديوم لما بيعلى معانا بيعمل لنا مشكلة يعني السوديوم لما بيعلى معانا بيعمل لنا مشكلة برضو نفس القصة في احتمال المية قلة شرب المية اتكلمت في الموضوع لا كتير جدا حاضر 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 جسمي في مية جسمي في مية جسمي في مية عشان اخرج المية لازم ادخل مية العرسر اللي بجسم ببقى ثابت عشان يخرج لازم ادخله لنفس العرسر المية لما تخش اخر حاجة المية لما تخش المية الحلقة انتهت للأسف يا جماعة للأسف للأسف يعني الحلقة انتهت ان شاء الله بإذن الله معدنا السبت القادم الساعة 8 وان شاء الله بإذن الله يعني ان شاء الله كده حلقة برضو تابعونا ومعالف سلامة